صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم 12 لسنة 2016 بنقل مدير إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض وتعين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجاء في المادة الأولى من القرار أنه ينقل سيد جلال حسين اسماعيل صالح مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليكون مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في هيئة البحرين للسياحة والمعارض كما جاء في المادة الثانية أنه يعين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل من خالد فتح الله محمد فتح الله مديرا لإدارة التنمية الصناعية السيد خالد ربيع حسين علي مديرا لإدارة التسجيل السيد دبيل ربيع محمد ربيع مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية السيد بدر فريد عبد الرحمن السعد مديرا لإدارة عمليات المناطق الصناعية السيد خالد سلمان محمد القاسمي مديرا لإدارة تطوير المناطق الصناعية كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مؤقر قرار رقم 13 لسنة 2016 بتعين مدير بديوان الخدمة المدنية وجاء في أنه يعين السيد فريد عبد الرحمن عبد الله حسن مديرا لإدارة أداء وعلاقات الموظفين في ديوان الخدمة المدنية